نبتدي يعني نقول ايه من الاول نرجع مثلا لخلق ابن ادم بني ادم او خلق ادم في الجنة يعني فيه بسرعة كده مثلا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام انه هو قبل موضوع السجود اللي هو السجود وكان السجود ده سجود تكريم لخلق الله مش سجود عبادة يعني فالشيطان يعني فيه في الحديث نوع لما جعل ينظر الى ابن ادم فلما رأاه اجوف علم انه خلق خلقا لا يتمالك معناها ايه اجوف يعني ده في الحديث صحيح معناها انه هو ايه اجوف انه له مسارات داخلية له مسارات داخلية يمكن للشيطان ان يعبرها هو طبعا قبل موضوع رفضه للسجود ما كان شيطان اوكي هو كان اسمه عزازيل وكان هو هو ليس ابو الجن ولا حاجة هو ابوهم اسمه سميم وكان لهم انبياءهم وكان لهم حروب ممكن نبقى نتكلم على الكائنات اللي كانت موجودة على الارض قبل خلق ادم لكن هي النقطة انه هو طبعا سمي ابليس بعد ايه ما رد امر الله لكن هو بيرد امر الله يعني احنا المتأمل كلنا حافظين طبعا الجزء ده من القرآن الكريم وكده لكن حتى هو بيرد امر الله قال ايه معرفش يقسم الا بالله نقول فابعي ذاتك لا اغيانهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين فلازم نتمسك بالنقطة دي ان مهما حصل تملك لتقنيات احنا احنا دخلين على مرحلة هتكون صعبة جدا وهيكون اللي هو المتمسك بايمانه وبوعيه والايمانه السليم مش الايمان اللي هو الحركة ان الواحد مثلا ايه يصلي في حركة ميكانيكية ولا كذا ولا كذا اه ليه لان ده على الاقل هو اقل يعني هو اكبر اسلحة المقاومة لنا لان هذه الايمانيات بعثة للطاقة الايجابية اللي ممكن تضاد دخول الطاقة السلبية لنا ودخول تقنيات السيطرة على المخ لنا لو تمسكت بوعيك وتمسكت بايمانياتك ودي حقيقة وحقيقة مش يعني حقيقة دللها العلم مش حيارة أوحانية بس دي حقيقة دللها العلم ازاي احنا قلنا الانسان فيه مصارات طاقة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول ايه كله الله واحد الله الصمد الناس كتير فصرت كلمة الصمد بس كلمة الصمد هي انه رجد لا يوجد له هو الذات العليا الوحيدة التي لا يوجد لها مصارات ولا يمكن اختراق ذات الله تعالى سبحانه وتعالى نرجع لموضوع الانسان الانسان عشان نفهم النقطة انسان عبارة غير انها فيه مسارات طاقة مسارات الطاقة دي بتعمل للنهور بتعمل من خلال ايه بتعمل من خلال حاجة اسمها الشاكرات او الشاكرس الشاكرس دي عبارة عن ايه الشاكرس دي عبارة عن عجلات طاقة متوصلة بالغدد الليمفوية بتاعت الانسين معظم العلماء المتخصصين حددوها سبعة بس في بعضهم حددها باحتاشر مش عايزين ناخد فيها كتير بس هي عبارة عن حلقات طاقة متخصصة كل واحدة وليها مهمة متوزع الانسان يعني فيه ابتداء من المخ ومتوزع على الانسان دي مهمتها ايه مهمتها ان هي تمتص الطاقة فيه بقى انواع كثيرة من الطاقة بس هي اما الطاقة الاسرية او الطاقة الكونية الطاقة الاسرية دي سبحان الله ان هي من الطاقات الوعية وتتبع قوانين محددة اسمها قوانين الجذب الكوني ان لو فيه طاقة سلبية بتكتذب طاقة سلبية لو فيه طاقة ايجابية تكتذب طاقة ايجابية فالشاكرس دي هي الوسيلة اللي هي بتاخد الطاقة بتوزعها على الجسم بتاخد الطاقة بتوزعها على الجسم وتوزعها على كل خلية بتوزعها على كل خلية من نتائج دوت الإنسان نفسه حواليه محيط طاقة اسمه الهالة أو الأورة الأورة دي عبارة عن مجال حوالي الإنسان وعلى فكرة المجال ده زي بصمة الصباع يعني كل إنسان له بصمة لا رح يشوروه دلوقتي ده متصور بتقنية كريليون متصور من فترة بتقنية اللي هي الفوتوغراف بتاع كريليون بس هي النقطة المهمة بقى في النقطة دي إن الهالة دي زي بصمة الصباع كل واحد له هالته المتخصص الهالة دي بتختلف باختلاف الإنسان يعني سواء ماديا عيين أو سواء نفسيا تعبين أو حتى سواء ماديا أو نفسيا بتختلف ألوانها وتختلف أشكالها وبتختلف قوتها الهالة دي ممكن تبقى في الشخص العادي لـ 30 سنتي حواليه وفي الشخص اللي هو صاحب القوى الروحانية ممكن تبتد لمسافات طويلة ودي ممكن برضو نفرد لها مرة نشرح يعني مثلا هنا عندنا ده التشاكرز مثلا اللي هما سبع شكرات في الإنسان ده اللي تحت مثلا تصوير بتقنية كريليون الإنسان اللي بيبقى سويه طبيعي بتبقى هالته بيضى ميلة للأزرق كلما بيبقى مثلا فيه عوامل عصبية عوامل تعكر مزاج عوامل مرض تبتدي تتغير ألوانها وتتغير وتتغير كذا اللي همنا في دي يعني يا ريت خلي الصورة دي شوي عشان لسه نتكلم على الفوق هو طبعا فيه هالة أولانية وفيه هالة أخرى بتحميها بتحمي الإنسان ككل لكي أنا مش عايزة أصرف فيها عشان هنتكلم على حاجة تاني النقطة طبعا إن الهالة دي بتقوى بالإيمانيات ليه؟ الإيمانيات بتقوي المناعة الجسم الداخلي من كذا ناحية ترجمة نانسي قنقر